في جلسة مجلس الأمن بشأن اليمن دعا المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جراندنبرغ الحوثيين للإفراج الفوري من دون شروط عن الموظفين الأمميين ووقف الاعتقالات التي تشنها الجماعة بحق الموظفين الدوليين أكثر من مائة يوم على بدء الحوثيين الاعتقالات في صنعاء للموظفين الأمميين وغيرهم ممن يعملون في مهام إنسانية نكرر دعوة الأمين العام للأمم المتحدة الإفراج الفوري ومن دون شروط عن هؤلاء الموظفين الأمميين وأعضاء من المجتمع المدني إن الاستمرار في احتجازهم يمثل ظلما بحقهم نطالب الحوثيين بعدم الاستمرار في الاعتقالات التعصفية الحوثيون يستمرون في الاعتداءات على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن مهددة الأمن القومي وسلامة الملاحة الدولية فيما تستمر أمريكا وبريطانيا في قصف أهداف باليمن نكرر التحذير من هذا التصعيد وندعو إلى تسوية النزاع في اليمن وخلال جلسة مجلس الأمن الدولي أكد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي أن ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا ما زالت تقوض جهود السلام دون الاكتراث لمعاناة الشعب اليمني ومضيفا أنه رغم الجهود الدولية والإقليمية فإن ميليشيا الحوثي ما زالت تمارس نهجا تصعيديا أنقضى عقد كامل ولا تزال هذه الميليشيات المدعومة من النظام الإيراني تقوض كل الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق السلام غير آبهة بالمعاناة الإنسانية للشعب اليمني الأبي والصابر وعلى الرغم من الزخم الأقليمي والدولي لإحياء العملية السياسية ونخص بالذكر جهود الإشقة في المملكة العربية السعودية لإنها هذا الصراع ومعالجة الأزمة اليمنية وما قدمته الحكومة اليمنية من مبادرات وتنازلات دعما لهذا المسار السلمي إلا أن السلام ظل يراوح مكانه بسبب تعنط الميليشيات الحوثية والاستمرار في نهجها التصعيدي وعدم وجود شريكا حقيقيا وموثوقا لتحقيق السلام من القاهرة المحلل السياسي اليمني أستاذ عبدالله إسماعيل أستاذ عبدالله أهلا بيك تعليقا على هذه الجلسة التي ليست الأولى ربما تكون الجلسة ما بعد المئة ولن تكون الأخيرة في مفارقة نناقشها سويا معك وهي فكرة أن الذي يتابع ما قاله كل مندوبي الدول في الأمم المتحدة ومجلس الأمن كلها مع القضية اليمنية كلها بالإجمال ضد الميليشيا الحوثية وكلها داعمة لكن ما تتابعه من أقوال شيء وما تتابعه من أفعال سياسية شيء آخر هذا الجاب هذه المفارقة الكبيرة بين التأييد القولي وعدم التأييد الفعلي الحقيقي للقضية ما رده لأي أسباب؟ يعني ابتداء أخي محمود هذه كلها المواقف ليس لها أنياب ليس لها أظافر حقيقية تتجه لمن يعرقل الأزمة اليمنية هناك اتفاق دولي على أن هناك أزمة وأن هناك ضرورة للانتقال إلى مباحثات أو مشاورات تعيد اليمن إلى ما قبل الحرب التي أشعلها الحوثي هناك أيضا اتفاق كما ذكرت في مسألة أنهم يدعمون الحكومة الشرعية لكن ما يحدث وما هو مشاهد حتى في هذه الإحاطة التي تجاوزت المئة الإحاطة وكأننا نشهد تكرار لهذه الإحاطة إلا لو سألت أي مراقب يمني أو حتى صحفي أو إنسان عادي يمكن أن يقول لك ما سيقوله المبعوث الأممي خلال الإحاطة القادمة وما بعدها أصبحت هذه اللغة التي فيها رخاوة فيها تسهيل لكثير مما تقوم به جماعة الحوثي بل اليوم نحن للأسف نشهد غطاء لما يقوم به جماعة الحوثي دوليا ومن الأمم المتحدة اليوم المبعوث الأممي يتبنى الرواية الحوثية في مسألة استهداف التجارة العالمية في مسألة استهداف البحر الأحمر أهم ممر عالمي وتجاري عالمي هو يتبنى الرواية الحوثية ويرطبطها بغزة وكأن هذه الجماعة انتقلت إلى أن يتحدث باسمها المبعوث الأممي ويقول أن المسألة متعلقة بفلسطين وكأنه نسي كل ما قامت به قبل ذلك وما ستقوم به وأنها لا تستهدف إلا العيان المدنية واليوم العالم يعني يحارب ما تقوم بجماعة الحوثي أو ينفع ثمن ما تقوم بجماعة الحوثي سأقلب السؤال بطريقة يمنية شوية بمعنى أنه كيف يمكن على الدبلوماسية اليمنية على وزارة الخارجية اليمنية أن توظف هذا الدعم الذي نسمعه في الكلمات التي نسمعها في جلسات مجلس الأمن الخاصة باليمن لتستفيد منها على مستوى الفعل الحقيقي أنت عندك تأييد يعني أي وزير خارجية الآن يمكن أن يستغل ويستفيد من هذا التأييد الكبير جدا في تحقيق مواقف حتى لو كانت جزئية تخدم القضية الكلية بشكل كامل يعني اسمح ليقول أن يعني وهذا يجيب أيضا على السؤال الأول أخي محمود بالتأكيد هناك مواقف متقدمة من قبل الدول يعني أول عالم الأمم المتحدة كما ذكرت هناك دعم للحكومة الشرعية لكن لذا كنا أيضا واقعيين ولا نخادع عنفسنا هذه المواقف لا تتحول إلى أفعال حقيقية داعمة للقضية اليمنية ولا للحكومة اليمنية وأنا أعيدك إلى مسألة يعني الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي قام بها البنك المركزي بدعم من مجلس القيادة الرئاسي وكان هناك أولا ترحيب بهذه القضايا ثم بعد ذلك تم الضغط على الحكومة الشرعية التي استفادت أو حاولت أن تستفيد من الرؤية العالمية لما تقوم به جماعة الحوثي من تدمير للاقتصاد اليمني لكن هذه المواقف الكبرى تحولت إلى ضغوط على الحكومة الشرعية لتنسحب أو لتسحب هذه الاستحقاقات ثم لتنفذها وحيدة بغض النظر عن ما يقوم جماعة الحوثي بالأمس جماعة الحوثي هناك إفلاس لبنك من أهم البنوك في صنعاء هناك اليوم إشكالية في السيولة في صنعاء هناك انهيار اقتصادي هناك إضرابات هناك إشكالية كبيرة وبالتالي أنا في تصوري أنه لا يمكن أن تستفيد الحكومة اليمنية من هذا الدعم القولي إذا لم يتحول إلى فعل والفعل يقول أنكم تصنفون هذه الجماعة جماعة إرهابية هي اليوم تمارس ضد العالم وضد المنطقة وضد الإقليم إرهابا مكتمل الأركان ومكتبل التوصيف وعلى هذه المواقف القولية أن تتحول إلى أفعال في دعم الحكومة الشرعية إذا أرادوا فعلا أن يكون هناك حل للأزمر يمني يعني المتابع لكلمات الدكتور عبدالله السعدي في مجلس الأمن سيجد أنها كشف حساب يعني الرجل المشكور دائما الحقيقة ويجتهد في أنه يقدم كشف حساب عمل الحكومة وكشف حساب عمل المؤسسات طول الوقت ولديه سلسلة مطالب واحدة ضد الماليشيات الحوثية أنا أناقش معك أو أفكر معك ماذا لو أن اليمن يذهب إلى مجلس الأمن بطلب واحد يعني فلنفترض أنه يرفع شعار سلحوا الجيش اليمني في اليمن طلب واحد فقط في كل جلسة أن يتم الذهاب بمطلب واحد فقط ألي أمكن أن يكون مفيدا بعيدا عن هذه الكتابات الطويلة والكلمات الطويلة يعني للأسف كل المواقف الدولية هي لم تترك لنا إلا باب الكلمات الطويلة والأحادث الطويلة والمطالبات الطويلة يعني دعني أذهب معك في السيناريو أن تتقدم الحكومة الشرعية أو مندوب اليمن في المجلس الأمن بطلب تسليح الجيش اليمني نحن أمام تعقيدات كبيرة لهذه المشكلة أولها أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اليوم وكل المواقف كذلك يعني أنا أذكر اليوم موقف الولايات المتحدة والمندوب أو المبعوث الأمريكي إلى اليمن الذي يوصف جماعة الحوثي أنها جماعة إرهابية مكتملة الأركان وأنها يجب عليها يعني هم يخاطبون هذه الجماعة الملشاوية بخطاب ناعم البسيط لكن فيما يخص الحكومة اليمنية بوسائل ضغط لكن أنا أتصور أنه حتى لو تقدمت الحكومة بمثل هذا الأمر فإدارة الأزمة ما زالت هي المهيمنة على المشكلة في اليمن إدارة الأزمة وخاصة مع كل ما يحدث في المنطقة من افتعالات وبالتالي أنا أتصور أنها لن تلقى أدانا صغيرة وإن كان من المهم أن نجرب حاج لهذا التأييد القولي ابقى معي يوسف عبد الله إسماعيل لأن الحقيقة قبل قليل كنا نتحدث عن غارة إسرائيلية في النبعالة النبطية وكنا نعرض صور قبل قليل وكانت واضح أنها غارة كبيرة لأنه كان هناك سيارة محروقة كما سنتابعها حريق في هذه المناطق وعلى الطريق في المناطق هذه السيارة التي أحرقت النتيجة ثلاثة قتلى حتى الآن بينهم طفل في هذه الغارة الإسرائيلية التي ربما كنا نتحدث عن استهدافها لدراجة نارية لكن واضح أنها غارة طويلة ممتدة تأثيرها أكبر معي من جنوب لبنان مرسلنا هناك محمود شكري يعطينا تفاصيل أكثر عن هذه الغارة والمنطقة التي استهدفتها إليك محمود نعم هي سرسلة من الغارات تحدث في هذه الأسناء إذا ذهبنا سريعا إلى زاوية هذه البلدة التي نحن عليها مباشرة عند زاوية عيت الشعب نذهب مع زميل المصور إلى هذه الغارة التي وقعت منذ بعض الوقت أو هذا القصف الذي سقط منذ دقائق معدودة كان قد سبق ذلك حوالي عشر دقائق أيضا غارة ثانية عند الزبقين أما الغارة الأولى التي تتحدث عنها فهي في كفر جوز وزارة الصحة اللبنانية في تحديثات عاجلة بعد أن خرجت بالبيانة الأولة التي تتحدث عن سقوط شهيد ثم بعد ذلك خرجت منذ بعض الوقت ليتبين أن عدد الضحايا هم ثلاثة كما أشرت بالإضافة أيضا إلى ثلاثة جرحة الغارة حتى الثاعة لم تتبين كل التفاصيل المحيطة بها ولكن المعلومات الأولية تشير إلى أنه كان هناك دراجة نارية البعض يقول إلى أنه كانت تمر دراجتان وليست دراجة بالإضافة أيضا إلى سيارة كانت تجتاز مكان الغارة المسيرة أطلقت الصواريخ باتجاه الدراجة الأولى ثم الثانية تشذت على جانب الطريق مباشرة هذه السيارة التي اشتعلت فيها النيران مما أدى إلى وقوع هذا العدد من الضحايا وهذا العدد من الجرحة بالمقابل سريعا هناك كم كبير من العمليات التي ينفذها حزب الله حتى هذا التوقيت منذ عشر دقائق كان البيان التاسع لتسعة عمليات وراء بعضها البعض من عشرات صواريخ الكاتيوشة بالاتجاه لبعض المستوطنات الجديدة والقواعد العسكرية الجديدة التي لأول مرة يقوم بعملية قصفها بالإضافة إلى أن الغارات الإسرائيلية إذا صح التعبير هي بدأ بالتسخين الجارب الإسرائيلي منذ نصف ساعة منذ ساعة الصباح كانت الغارة الأولى على يارين هنا ومرون الراس مع ذلك هدأت الجبهة طويلة النهار اليوم هو عكس ما كان عليه بالأمس بلغت بالأمس الاستهدفات الإسرائيلية إلى الداخل اللبناني أربعين عملية عسكرية بعشرات من الصواريخ الثقيلة والمتوسطة حتى أنه في بعض الأحيان كان هناك غارات باتجاه مواقع تبدأ الطائرات بقصفها يستمر هذا القصف لمدى نصف ساعة من الوقت البعض قال إلى أنه في بعض الغارات يمكن التوصيف إلى 6 أو 7 أو 8 غارات وراء بعضها البعض ولكن اللافت أيضا إلى أن نحن على الهواء كانت باتجاه الزبقين هي البلدة التي كانت بالأمس مع ساعات الفجر على موعد مع سلسلة كبيرة من الغارات وعادت الآن الغارات على مستوى غارات الإغتيال بالمسير باتجاه الدرجات وغارات القصف وكنا بهذا الدخان الذي نعود إليه مع الزمين المصور بهذه الغارة في المقرب الآخر لعيد الشعب إذا أمكن نذهب إليها والدخان يتصاعد منها في هذه الأثناء يعني هناك غارة أخرى محمود غير غارة كفرجوز غارة أخرى في عيد الشعب يعني أرجو أن نحدد نحن أمام غارتين عدد من يعني فيه كفرجوز غارة نتج عنها ثلاثة بينهم طفل نعم هل نركز معك وغارة أخرى على أي تشعب التي نشاهد سحب الدخان تتصاعد منها الآن يعني نحن أمام غارتين إسرائيليتين نعم نعم ممتاز أنا أشكرك محمود شكرا بالإضافة إلى غارة على أطراف الزبقين يعني ثلاث غارات محمود نعم أشكرك محمود شكرا ثلاث غارات ليست غارة واحدة غارة في كفرجوز على كفرجوز نتج عنها ثلاثة قتلة بينهم طفل وغارة على عيد الشعب وغارة أخرى وهذه الصور من المصور المرافق لزميلنا ومرسلنا محمود شكرا شكرا في الجنوب والتي تشير إلى الغارة في عيد الشعب التي تتصاعد منها سحب الدخان في هذه المنطق إذن نحن أمام سلسلة غارات ليست غارة واحدة وإنما أكثر من غارة كما أوضح زميلنا محمود شكرا مرسلنا وهو أن الغارة التي كنا نتابع صورها قبل قليل الآن كانت في كفرجوز في النبطية ثلاثة قتلة بينهم طفل في استهدفت دراجتين ناريتين على الطريق الذي كنا نعرض لكم صوره ونتج عنها أيضا حريق لسيارة كان واضحا جدا محمود شكر بكاميرا المصور المرافق له نشر لنا صورا وعن صحب الدخان التي تتصاعد الآن أمام حضراتكم في عمق شاشتنا الآن تتعلق بغارة على عيد الشعب وهناك غارة أخرى من الغارات التي تبعناها كل هذه الغارات كانت قبل قليل كما يتحدث محمود شكر الآن في هذه المسألة في هذا الموضوع أعود مرة أخرى إلى موضوعي سؤال أخير للأستاذ عبدالله إسماعيل أستاذ عبدالله نعتذر أنك تنتظر أكثر سؤال أخير وتعليق منك أخير على ما قاله المندوب الأممي في أن عملية السلام تتم بخطوات جيدة ما بين الميليشيات الحوثية وما بين الحكومة الشرعية لكن الواقع لا يشي بذلك هل ما يقوله المندوب في مجلس الأمن غير الذي يحدث على أرض الواقع أيضا أناقش تناقض آخر معك في هذه المسألة واضح جدا أن المسألة لا تتعلق بإرادة حقيقية لحل الأزمة في اليمن وإنما تميع المسائل تميع القضية محاولة تمديد فترة ربما المندوب الأممي دعني أنا أتحمل هذا الأمر على مسؤوليتي هذا الرجل عندما أراد أن يضغط على الحكومة الشرعية في مسألة الإجراءات الاقتصادية وجه رسالة قليلة الحصافة إلى مجلس القيادة الرئاسي يهدد فيها بعودة الحرب لكنه اليوم يتوقف ويطالب وبأدب كبير مع الحوثي وهم يقبضون على عشرات من موظفي الأمم المتحدة هاجموا مقر الأمم المتحدة في صنعاء وطردوا موظفيها وسولوا على المقر وكيلة الأمين العام تتحدث عن 117 اعتراض حوثي على طواقم طبية اليوم اليمنيون في مناطق الاحتلال الحوثي كثير من المعاناة بسبب توقف العمليات الإنسانية بسبب توقف المساعدات والسبب يرجع جميعا إلى سلوك الحوثي اليوم جماعة الحوثي تهاجم البحر وتهاجم الجو اليوم تحاول حتى أن تفتح جبهات في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية كل هذا ثم يتحدث الرجل بكل أدب وبكل احترام وبكل نعومة ورخاوة مع جماعة إرهابية تهدد حتى العالم اليوم أنا أعتقد أن المسألة لا تتعلق أبدا بالحل لو كان هناك حل لكانت الأمور واضحة يعني كما يضغط على الحكومة الشرعية سيجد وسائل للضغط على ميليشيا الحوثي حتى لو تم الحديث عن مسألة أنها ميليشيا لا يتم الضغط عليها المشغل والمحرك يستطيعون أن يضغطوا عليه وأن يأمروا في أن يوقف هذا العبث الحوثي الذي يعمل لصالح إيران وليس لصالح اليمن ولا لصالح الإقليم اليوم اليمنيون يذوقون ما تقوم به جماعة الحوثي سواء داخليا أو خارجيا داخليا أقصد من الضغطات التي تقوم بها الجماعة والممارسات أو ما تقوم به من الضربات الحوثيين سنستمع لأنه نريد أن نستمع أيضا لمقطع للمبعوث الأممي لليمن هانس جروند ميرج الذي حذر من أن هناك تصعيدا عسكريا في بعض المحافظات اليمنية يؤدي إلى خسائر في الأرواح وحذر من اندلاع الحرب الشاملة مجددا في اليمن هناك تصعيد عسكري في بعض المحافظات اليمنية يؤدي إلى خسائر في الأرواح ما يهدد من دلاع الحرب الشاملة مجددا في اليمن وبالنسبة لشان الاقتصادي هناك تنسيق قائم خفف إلى حد ما من حدة الأزمة لكن الوضع الاقتصادي في اليمن ما زال يتراجع واليمنيون يعانون من كوارث طبيعية الفيضانات الأخيرة خلفت خسائر كبيرة ولابد من تكاتف اليمني في هذه الظروف الصعبة ولابد من تعاون كافة الأطراف للتوصل إلى حلول فورية أعود للسيد عبدالله إسماعيل مرة أخرى السيد عبدالله يعني التحذير من اندلاع حرب شاملة هو يتناقض أيضا مع فكرة الذي كان يتحدث فيه أنه إجراءات العملية عملية السلام تسير بشكل جيد وهنا الآن في مقطع آخر وهو التحذير من اندلاع حرب كبرى أو حرب كبيرة ما بين الميليشيات وبين الشرعية وهذا دليل على أن الرجل يعني هو يستوعب الموضوع يعني هو يستوعب الحالة التي موجودة في اليمن وهذا أيضا للأسف هو ما يسيطر حتى على الدوائر الغربية وحتى على الأمم المتحدة لأن هناك من يقول السردية لما يحدث في اليمن غائبة عن المجتمع الدولي وهذا غير حقيقي غير صحيح ما تقوم به الجماعة الحوثي هو أبيا وأوضح الواضحات في تفسير ما يحدث في اليمن والسردية التي تحدث في اليمن الرجل يظهر وكأنه يتحدث كمذهع كخبر كمنظر للمسألة مع أنه مبعوث أممي من المفترض عليه أنه جاء إلى اليمن لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة أو على الأقل أن يكون واضح في مسألة تحميل الأخطاء على مرتكبيها وهذا الأمر أنا أعتقد أنه سيساعد ولهذا هو يهرب من هذا الأمر هو يتحدث اليوم مثلا عن مسألة الفيضانات التي حدثت في اليمن لكنه لا يتحدث على أن جماعة الحوثي لم تغث أي شخص في مناطق سيطرتها ممن تسببت حتى منعت المنظمات الدولية والمنظمات المحلية أن تصل إلى المتضررين من الفيضانات ومن الأمطار هذه الجماعة أيضا اليوم تتسبب في غلاء المعيشة في داخل مناطق السيطرة الحوثيين والاحتلال الحوثي والناس تعاني حتى من الجوع اليوم وصلت إلى مرحلة الجوع والجوع المتقدم أيضا الرجل ما زال يحافظ على هذه الإدارة للأزمة وليست هناك خطوات حقيقية لحل الأزمة هذه هي الخلاصة من كل هذا الكلام أشكرك سيد عبدالله إسماعيل من القاهرة سيد عبدالله شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر